ازايكم حبايبي يا رب تكونوا بخير و بصحة و بسلام انا ماجن سيم النهاردة هعمل معاكم طريقة عمل الفاخدة الداني و انا هوريكم النوع اللي انا بستخدمه انا دايما بجيبه من قاسكو بيزنس او ممكن تجيبه من العربي ممكن تجيبه من المكان المتوفر عندك وهي دي القطاية اللي انا بستخدمها اللامبليج دي البراند بتاعت جرينلاند تعالوا نشوف هنعمل ازاي انا عندي بصلتين كبار مقطعهم و هاخد كمان معايا سبع بوهرات و معايا فلفل باللمون اللي هو ليمن بيبر و معايا كمان حبهان مطحون والحبهان بيدي فليفر حلو للداني بيشيل راحة الزفارة وتوم مفروم و معايا كمان هنا ورق لورا و سبع بهرات سبع سيفن سبيسيز اللي هي الصحيحة و اه ارفا و رونفل و دولة بحب احطوهم في الصينية معايا و معايا كوبايتين من الزبادي اه ممكن تزودي زبادي مش هتقول لك حاجة يعني لو الفخدة اكبر اه بتحط كله في البلندر و معايا شوية سبع بهرات و الفلفل باللمون و البصل و التوم و زيت زتون بس التوابل الصحيحة ما بنحطها حتى هنحط الحاجات النعمة كلها مع بعض في البلندر و هنضربهم و هنحط ملح بس مش هنحط فلفل اسود لان انا بستخدمها فلفل باللمون لو حطت فلفل اسود كمان هيديني الاكلة بتاعتي هتكون فيها فلفل اسود كتير فخلوا بالكم من التوابل اللي بتتحط لو فيه توابل ميكس مع بعض و فيها ملح كمان ما تحطيش ملح لكن لو ما فيهاش ملح حط الملح هبتدي هنزل هنا بالبصل و هحط عليه جسط الطيب و هدعاكم كويس بالسبع بهرات و التوابل اللي انا حطيتها في الخلطة برضو و الفلفل باللمون و الملح و السبع بهرات و هحط التوابل الصحيحة معاها و هدعاكم كويس و هشين نصها و هاجي بالسكينة انا غاز كويس الفخدة من كل النواحي و هحط عليها برضو سبع بهرات و الفلفل باللمون و عشان هتأكد ان كل حاجة دخلت فيها و كل حاجة مليئة فيها التوابل بتاعتها و هاجي هنزل عليها بالتوابل بتاعت اللي انا عملتها في الخلطة اللي انا عملتها و هدعاكها كويس بيها و بعد كده هنزل ببقية البصل هحطه من عليها من فوق وتحت فكرة البصل اللي انا حطها انه بينزل مية هيساعدنا ان هي تنزل مية وتستوي في البخار مع المية بتاعت البصل و هتبقى طعمها في منتهى الجمال انا عندي برشمن بيبر اللي هو الورق الزبدة بغطي بها الاول و بعدين اغطي بالفويل لان مش صحي ان كنت تغطي بالفويل بس الاول لازم تعمليه تغطي بالبرشمن بيبر وبعد كده هو تحطي الورق الفويل على الوش و يفضل ان كنت تنقعيها قبل بالخلطة ديت في التلاجة قبليها بيوم عشان تحيق لكن لو مستعجلها مفيش مشكلة تقدر ان كنت تعمليها في الوقت اللي انت بحاجقها فيها مش هتقول حاجة يعني فانا بس حبيت ان انا اوريكو لطريقة ديت يا رب تعجبكو طريقة سهلة مش هتاخد منك حاجة و لما بتاخد ثلاث ساعات في الفرن بعد كده تكوني عاملة شوية رز مبهر بتحطي من التوابل اللي احنا حطيناها دهيت مع الرز و انت بتعمليه وبعد كده هوت بتقومي مطلعها و مقطعها و على الرز عايزة تعملي صلصة زبادي صلطة صلطة خضرة في صلطات تانية بتكت تعمل معاها مرة بعملها لكو و نشوف تعمل ازاي و دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة يا رب تعجبكو و ده كان منظر الفخدة بعد ما استويت كانت زي الزبدة و كانت نستوية حلو خالص يا رب تعجبكو الحلقة ديت و ما تنسوش تعمليولي لايك و شير و اشوفكو في فيديو كتير من الفيديوهات بتاعتي يا رب تعجبكو و كل سنة و انتو طيبين اشتركوا في القناة